خليني أكرر مرة تانية في كل موقف سواء مع الأعداء سواء مع الأصدقاء سواء مع أي ظرف كان المسيح يستخرج منه درس ويعلم من خلال أي موضوع درس المسيح لم يستخدم أي شيء لمصلحته الخاصة لم يطلب من أعداءه أنه يحتلوا دول لكن طلب من أحبائه وأتباعه أنه ينشروا ملكوت السموات ملكوت الحب ملكوت المحبة ملكوت السماء وهي الرسالة غيرت طبعا في القديم في وجه أصعب وأشد الاضطهادات قديما ضد المسيحية لكن الرب يسوع فعلا علم أتباعه أنه يواجه حتى لو كان بقدموا أنفسهم شهداء حتى الموت اليوم يمكن أنت بتختبر المسيح كالراعي الصالح أو اليوم تختبر يسوع المسيح كالطبيب الشافي اليوم أنت بتختبر يسوع كالصديق اليوم بتختبر يسوع هو فعلا الحق فعلا هو الطريق تختبر يسوع المسيح هو الراحة هو الفرح هو السلام اللي بيأتي إلى حياتنا من خلال شخصون المبارك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر